نقلب معكم عددا من الملفات ونبدأ ساعتنا الأولى من الحرة الليلة من تطورات العملية العسكرية الجوية التركية في شمال العراق وسوريا قتل 31 شخصا على الأقل غلبياتهم من القوات الكردية وقوات النظام السوري في الضربات الجوية التي شنتها تركيا فجرا في شمال سوريا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان قوات سوريا الديمقراطية أقرت بمقتل أحد عناصرها إضافة إلى أحد عشر مدنيا وتوعدت بالرد على الغارات التركية لما تركيا فعلنت وزارة دفاعها أن عملياتها العسكرية التي أطلقت عليها اسم المخلب السيف دمرت 89 هدفا شمالية العراق وسوريا تابعة للقوات الكردية وحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا والذين تتهمهما أنقرى بالأقوف وراء التفجير إسطنبول فيما قالت وزارة الداخلية أن جنديا تركيا و7 من أفراد شرطة العمليات الخاصة و8 من رجال الأمن أصيب جراء هجوم صاروخي على إقليم متاخم للحدود مع سوريا كما اتهمت وحدات الحماية الكردية بإطلاقه فلماذا أطلقت تركيا عملية عسكرية في شمالي العراق وسوريا وهل هي بداية رد على التفجير في إسطنبول وإلى إن تتجه المنطقة بعد ذلك وكيف ستتعامل دول الغربية معه وما إمكانية حدوث مواجهة بين دمشق وأنقرة عدة ساعات من القصف التركي لعدة مناطق شمال السوريا والعراق وبأكثر من 20 غارة أعلنت أنقرة أن عمليتها العسكرية الجوية المخلب السيف حققت نتائجها ودمرت الملاجئ والمخابئ والكهوف والأنفاق التابعة لحزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب تم ضرب وتدمير ما يسمى بمقر المنظمة الإرهابية بدقة كاملة ولم يستهدف سوى الإرهابيين والهياكل التابعة لهم ودمرت على رؤوسهم الملاجئ والمخابئ والكهوف الضربات شملت الشريط الحدودي السوري من ريف حلب وصورا إلى الحسكة والقامشلي مع التركيز على عين العرب كوباني التي تقول أنقرة أن التخطيط لتفجير إسطنبول تم هناك بالإضافة لقصف مناطق شمال العراق عبر طائرات F-16 وطائرات مسيرة ويقول محللون أن العملية حققت أهدافها مع استبعاد عملية برية التوقعات خلال المرحلة المقبلة نتوقع أن تكون هناك عمليات أمنية استخباراتية نوعية لاستهداف قيادين في قوات قصد ووحدات الحماية الشعبية الكردية في الشمال السوري وهي حتى تقنع المواطن والشارع التركي بأن تركيا ردت على هذا التفجير من خلال العمليات الجوية ولا توقع أن تتحول أو تترجم على أرض الواقع بمعنى أن تكون عملية برية خلال المرحلة المقبلة العملية العسكرية انطلقت بأمر مباشر من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي لطالما تحدث عن إصرار تركيا تطهير حدودها وبحسب وزارة الدفاع أصابت أهدافها المحددة مسبقا بدقة الرد التركي على تفجير إسطنبول جاء بعد أسبوع واحد فقط من حدوثه عبر عملية عسكرية جوية مكثفة على شمال سوريا والعراق تحت شعار حان وقت الحساب هنادي الخطيب الحرة إسطنبول كما أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان عن توجيه عدد من الضربات إلى مواقع متعددة في سنجار والسليمانية من قيم كردستان العراق ولم يصدر بعد أي تعليق من الحكومة العراقية على هذا الإعلان التركي يذكر أن ضربات الجوية التركية هذه تأتي بعد أيام من الانفجار الذي وقع في إسطنبول وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات مجدداً الأراضي العراقية تحت طائلة القصف التركي هذه المرة القصف طال مناطق مختلفة على طول الشريط الحدودي العراقي التركي وبوقت متزامن استهدفت العملية الجديدة مسارح عمليات حزب العمال الكردستاني المصنف على لوائح الإرهاب الأمريكية وسط توقعات تشير إلى أن العمليات ستكون محددة بإطار زمني ولن تستخدم فيها الصنوف القتالية كافة سوف تستمر العمليات بالطائرات ثابتة الأجنحة وأيضاً الطائرات المسيرة وسوف تستهدف عدة أهداف أخرى داخل الأراضي السورية وداخل الأراضي العراقية لتحييد بعض المناطق وبعض القيادات لقصد وأيضاً لحزب العمال البككة داخل الأراضي العراقية أعضاء مجلس النواب الممثلين لقضاء سنجار حذروا من احتمال بدء عملية تركية جديدة على خلفية التفجير الأخير الذي طال شارع الاستقلال في مدينة إسطنبول التركية وطالب بعضهم بأن يكون لبغداد موقفاً واضحاً إزاء التعدي على سيادة البلد نستنكر كل الانتهاكات على سيادة البلد من الجارة إيران، من التركيا، من الكويت اليوم هناك تهديد باشتياح تركي في منطقة سنجار هناك تهديد باشتياح بغداد ندعو سيد الرئيس حكومة أن تأخذ موقفه الدستوري الواضح لجنة الأمن والدفاع أكدت أن عدم تحرك العراق إزاء المجاميع المسلحة التي تتواجد على أراضيه وتنتهك سيادة دول الجوار يعطي المبررة لهذه الدول أن تنفذ الضربات داخل الأراضي العراقية الأتراك يقول لك موجود البتكة في شمال العراق وتشكل خطر على الأمن القومي التركي عليه إما أن تعالجون أنتم الموقف أو نعالج أنتم غير قادرين أو لا تتفاعلوا مع هذا الموقف فمضطرين أن نفعل هذا هذا طبعا هو عمل غير مقبول ومستنكر ولا نقبل به واستهدفت عملية مخلب السيف حتى الآن وفق بيان وزارة الدفاع التركية مناطق قنديل وقضاء موت وجبل كورنيك وقضاء سنجار إضافة إلى جبل آسوس ومنطقة باردوست والتي تمتد من المثلث الحدودي العراقي الإيراني التركي وصولا إلى المثلث الحدودي العراقي السوري التركي واستخدمت فيها الصواريخ بعيدة المدى والتي تعرف بصواريخ أرض أرض كما استخدمت صواريخ جو أرض إضافة إلى عدد من المسيرات حسب ما أكدته مصادر أمنية في وقت قالت فيه جهة رسمية عراقية في قضاء سنجار ومحافظة السليمانية عدم استلامها تقارير تؤكد عن تعرض مناطقها إلى قصف تركي يوسف الحسيني الحرة أربيل وللمزيد من التعليق ينضم إلينا من أسطنبول هشام جوناي الباحث في القضايا السياسية والمختص بالشأن التركي ومن القامشلي زيدان عاصي الرئيس المشترك لمكتب الدفاع لشمال وشرق سوريا أهلا ومرحبا بكم أبدأ معك سيدي شام السلطات التركية قالت أن التخطيط لهجوم إسطنبول جرى في عين العرب كوباني فلماذا امتدت هذه العملية إلى الداخل العراقي مساء الخير أصلا المعسكرات لتنظيم بكاكام الذي نفذ هذه العملية هي موجودة بجبال قنديل في العراق ولكن تركيا أيضا تعتبر قصد امتدادا لتنظيم حزب العمال الكوردستاني أو تنظيم بكاكام ولذلك تقوم بهذه العملية العسكرية في كل البلدين كما أيضا وفقا للمعلومات أن الإرهابية التي نفذت هذه العملية دخلت تركيا من الأراضي السورية وهذه كانت مبرر القوات التركية التي قامت بعمليات عسكرية جوية لتقصف أماكن ونقاط تابعة للقصد وفي شمال العراق تابعة لحزب العمال الكوردستاني سيد عصي السؤال عن علاقتكم بحزب العمال الكوردستاني وموقفكم من تفجير إسطنبول كيف تجيبون عليه؟ بداية مساء الخير للجميع الحقيقة علاقتنا بحزب العمال الكوردستاني ليس لنا أي علاقة نحن كإدارة ذاتية لشمال وشرق سوريا من مكون المنطقة منطقة شمال وشرق سوريا ومن كافة فئات المجتمع الموجود هنا أما بخصوص التفجير الذي حدث في إسطنبول أتوقع هذه ذريعة وكانت التهديدات السابقة مستمرة منذ أكثر من سنة تقريبا والتهديدات مستمرة وغدا وبعد أسبوع وبعد شهر وبعد كذا سيتم اشتياح شمال وشرق سوريا لكن كانت هناك ما معنى ذريعة لو توقفنا عند كلمة ذريعة سيدي ما معنىها؟ هل ترى أنه لم يكن أمرا حقيقيا أم أن دولة جرى بها تفجير في أحد أهم شوارعها ليس عليها أن تتخذ خطوات أمنية لتأمين ذلك في المستقبل نعم لو كانت الإدارة الذاتية أو القوات الأمنية أو قوات قسد هي المسؤولة عن هذا التفجير لكن أعطيناهم الحق بأن يفعلوا ما يشاءون لكن كانت عبارة عن دبلجة وتركيب استخباراتي وكان من السهل جدا يعني مرور أي مواطن من المواطنين السوريين من شمال وشرق سوريا إلى تركيا يوميا المئات والآلاف يدخلون تركيا من مناطق إن كانت مناطق الإدارة الذاتية أو المناطق المعارضة فهذا ليس أثبات وليس من مصلحة أي قوة أمنية موجودة أو القوات العسكرية أو الإدارة الذاتية أن نفجر في إسطنبول ونقتل المدنيين ليس من مصلحتنا ما الغاية من هذا التفجير وما هي النتيجة الإيجابية بالنسبة لنا نعم سيد شام ضيفي من الإدارة الذاتية يقول إنه ليس لإدارتهم مصلحة في ذلك وأنهم لا علاقة لهم بحزب العمال لماذا لا تقتنع سلطات تركيا بذلك يعني ماذا أقول يعني الكل يعرف أنه هناك أيديولوجية قائمة في شرق سوريا يعني أيديولوجيا قريبة جدا أو حتى هي أيديولوجيا ذاتها التي ينتهجها حزب العمال الكردستاني يعني كذا أيضا نرى أن القاعدة التي يستند عليها هذا التنظيم وهذا الكيان هي ذاتها التي يستند عليها حزب العمال الكردستاني نعم هم يقولون أنهم يختلفون ولكن ليس هناك أدلة كافية الرجل يرفض استهداف المدنيين هذا اختلاف جوهري يعني تنظيم بكاكا له ملف كبير من استهداف المدنيين ليس فقط في تفجير اسطنبول الأخير بل أيضا نفذ عمليات كثيرة بداية من الثمانينيات من القرن الماضي وصولا إلى الألفية الجديدة يعني هذا الملف كافي بإظهار أن هذا التنظيم تنظيما إرهابيا ليس فقط بنظر تركيا بل أيضا بنظر وهو ما يقوله ضيفي سيد ديشام هذا ما أسألك عن اختلاف بينهما مثل ما قلنا أن الأيديولوجية التي انتهجها قسد هي نفس الأيديولوجية التي صاغها عبدالله أجلان وهو رئيس البكاكا يعني لا يمكننا أن نجزء هذه الكيانات عن بعضها البعض كما أيضا هناك ارتباط وصلة مباشرة بين المعسكرات التي تستخدم بشكل مشترك لتدريب عناصر بكاكا كما أيضا عناصر قسد يعني هذا شيء واضح وما تدافع عنه الحكومة التركية هو أن يجب يعني بغض النظر عن أي شيء هو وحدة الأراضي السورية تركيا ترفض أصلا وجود كيان كردي في شرق الفرات وهذا الموضوع أيضا تعتبره تهديدا على أمنها القومي بغض النظر إذا كانت قسد امتدادا لبكاكا أو ليس لها علاقة سيد هشان هذه العملية كانت تستهدف من تقول السلطات التركية إنهم إرهابيين أكراد لماذا تصف بعض وسائل الإعلان بأن هناك من سقط من النظام السوري ألا يشير ذلك إلى ضاف هذه العملية هي عملية محدودة النطاق يعني أعتقد بأنها تستهدف نقاط بعينها لا يوجد هناك عملية عسكرية شاملة إذن صح التعبير برية جوية هناك نقاط معينة تقوم تركيا بقصفهم في المناطق المذكورة من شمال العراق وشمال سوريا لذلك يعني ممكن أن نقول بأنها يعني ناقصة أو ممكن أن نقول بأنها تستهدف عملية جراحية إن صح التعبير تستهدف استقصال نقاط بعينها دون أن تتوجه إلى طبعا مناطق واسعة النطاق من خلال عملية برية سيد عصي كيف تتعملون مع سقوط أفراد من النظام السوري كضحايا في هذا القصف وما مستقبل وجود خلاف ما بين دمشق وأنقرة وتحول ذلك أيضا إلى هجمات جديدة تفضل سيد عصي الموجود دين يبدو أننا نواجه مشكلة في صوت لما لما حدثت هذه الهجمات أي بداية وأن كان النظام السوري والأتراك لا يهمهم من يقتل من الشعب السوري فالعسكري الموجود مع النظام هو من الشعب السوري والمدني الموجود في شمال وشرق سوريا فهو من الشعب السوري ولا نتوقع أي رد من النظام يكون بقدر هذا الهجوم وبقدر هذه المسؤولية وما حدث في هذا الهجوم هو كان استهداف للمدنيين أكثر من استهداف للعسكرين فحين الهجوم على قرية تقل بقل تم استهداف موقع قريب من موقع نفطي فبعد حدوث الاستهداف بساعة أو أكثر تم ذهاب المواطنين المدنيين إلى هذه النقطة وعند تجمع المدنيين إلى هذه النقطة تم استهدافها بالطيار مرة أخرى وقتل أكثر من 12 مدني في هذا المكان وجميعهم مدنيين كانوا ذاهبين لإسعاف أو أطفاء الحرائق الموجودة يا سيد الكريم المستهدف الشعب السوري والمتخاذل مع تركيا هو النظام ولا نتوقع أي رد منذ عام 2012 2011 والنظام يتعاون مع جميع أعداء الشعب ضد الشعب السوري سيد عصي لماذا رغم ما تقوله عن الانفصال ما بينكم وما بين حزب العمال تصر سلطات التركية على وجود علاقة ولا تقتنع بهذا النفي بل وتشير إلى وجود معسكرات تدريب مشتركة بينكم ما يا سيدي نحن نحن أهل هذه المنطقة إن كنا من كوادر هذه الإدارة فنحن وضعنا هذه القوانين ووضعنا هذه الأنظمة لتسيير أمورنا أمور الإدارة الذاتية لتسيير أمور الشعب وليس لنا صلة بأي جهة أخرى أما ما تقوله تركيا فهي الغاية منها أن تجد المبررات لضرب هذا المشروع الديمقراطي في شمال وشرق سوريا فقط لا غير أعود إليك مرة أخرى سيد هشام كيف ستتأثر المنطقة وكيف ستتعاملون مع هذا الغضب الذي بدأ يظهر في الجانب العراقي من تكرار هذه العمليات العراق منذ الثمانينيات حتى اليوم هي أصلا مسرحا ومصدرا للتنظيمات هذه التي تهدد أمن واستقرار تركيا وتركيا ليست بالجديد هي العملية الأولى التي تقوم بها في شمال العراق بقصف بعض المناطق يعني عشرات من العمليات العسكرية التي كانت في الماضي في شمال العراق وذلك حقيقة بالتنسيق مع الإدارة المحلية لشمال العراق كما تعرف أن زيارة رئيس وزراء الإقليم مسرور البرزاني إلى تركيا كانت قبل أشهر وبعدها بيوم واحد فقط تركيا دخلت وقصفت مناطق تابعة لحزب العمال الكردستاني هناك في إشارة إلى أن عدم رضا للكيان الكردي الإدارة في شمال العراق لوجود هؤلاء الإرهابيين على أراضيه يعني أعتقد بأن حكومة بغداد الآن ليس لديها القوة لكي تخرجهم من أراضيها يعني لن ننسى أن قبل بضعة سنوات كان أكثر من ثلث العراق تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية ومنها داعش يعني لا يوجد إمكانية وقوة لحكومة بغداد المركزية في السيطرة على أراضيها ولذلك أعتقد بأن تركيا لديها الحج لكي تدخل وتدافع عن أمنها القومي من خلال هذه العمليات العسكرية هشام جونايا الباحث في القضية السياسية والمختص بالشأن التركي ومن القامش لزيدان عاصي رئيس المشترك لمكتب الدفاع لشمال وشاق سوريا شكرا جزيلا لكم وللبحث أكثر ينضم ولينا من واشنطن فريد فلايتس رئيس مركز السياسات الأمنية ومحلل السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA أهلا ومرحبا بك معنا كيف فعلا الولايات المتحدة أن تتعامل مع هذا الموقف يسعدني أن أكون معك هذا تحدي حقيقي للولايات المتحدة لأنها تدرك أن هذا الهجوم من قبل تركيا هو يشعل عدم الاستقرار في شمال سوريا وشمال عراق وهو أمر لا تريده الولايات المتحدة ولا سوريا ولا إيران ولا روسيا ولكن تركيا اتخذت هذا القرار لأنها تلوم حزب العمال الكوردستاني ووحدات حماية الشعب وهم لديهم مشتبه بها اعترفت كما ذكر تقريركم بأن هاتين المجموعتين تقفان خلف هذه العملية لا بد من الولايات المتحدة أن تضغط على تركيا الوقف هذه العمليات لأنها يمكن أن تؤدي المزيد من العمليات الارهابية في تركيا ولكن لا أظن أن الأتراك سيستمع مسألة محورية في التعامل مع هذا الملف هو التفريق ما بين الإدارة الذاتية في سوريا وما بين حزب العمال كيف تنظر واشنطن لهذا الإدارة الحكم الداتية في شمال العراق لا علاقة جيدة مع العراق وعلاقة أيضا مع حزب العمال الكردستاني وطبعا لديها هم لا يريدون رؤية هاجمات ضد الأكراد هناك أيضا الأكراد الإيرانيون الذين ينظمون أنفسهم ربما لمستقبل أو ثورة مستقبلية في إيران ما نراه هو أن مجموعات متمردة تستغل الفراغ الأمني في شمال العراق وشمال العراق وشمال سوريا وربما تركيا تستخدم هذا كتبرير تستخدم تفجير إسطنبول للقيام بهجمات جوية في شمال العراق وسوريا وكان هناك أطراق أرادوا أن يفعلوا ذلك لأنهم يعتقدوا أن هناك وجود الحزب العمال الكردستاني وهناك أيضا ادعاة أن إردوغان الذي يواجه انتخابات في يونيا ربما فعل ذلك لأسباب سياسية لحشد دعم من شعبه قبل هذه الانتخابات كان من اللفت ما جرى بعد تفجير إسطنبول بالرفض من وزارة الداخلية التركية لتعزية من السفارة الأمريكية في تركيا ما الذي يقوله هذا أيضا عن العلاقات بين البلدين في هذه اللحظة لا أفهم هذا الأمر العلاقات بين الولايات منتحدة تركيا كانت معقدة الولايات المتحدة عليها أن تحاول بشكل جاهد الإبقاء على تركيا كحليف قريب وجزء من الناتو فأعتقد هذا تطور كان أمر مؤسف من الردود التركية على مسألة التدخل والهجمات التي تصل إلى الداخل العراقي بأن العراقي قادر على حماية حدوده وأن عليه أن يتدخل على تركيا أن تتدخل إلى متى ستستمر هذه الحجة أعتقد أن هذا جزء من الحسابات تركيا ترى فراغ سياسي وأمني في شمال العراق وسوريا ونحن نعلم أن مجموعات الإرهابية ومجموعات تمرد تستغل الوضع مثل هذا للحصول على مصدر قوة وموطئ قدم وتدريب والاستعداد لهجمات مستقبلية طالما استمر هذا الوضع هناك إمكانية للهجوم التركي المستمر في هذه المناطق تعقد الأمر بصورة واضحة هناك الآن القوات السورية الموالية لتركيا والقوات الموالية لإيران وكذلك هناك هذا المطلب بعودة لاجئين سوريين من الداخل التركي إلى مناطق لا تبدو آمنة مع استمرار هذه الغارات أيضا على مناطق في الداخل السوري والداخل العراقي ما الذي يهم واشنطن في التعامل معه من كل هذا الأمور قد تزداد عدم استقرار إذا قامت تركيا بإعادة لاجئين سوريين هذه ستكون أزمة إنسانية أسوأ الولايات المتحدة تعمل في هذا الأمر بشكل بطيء ليس لدينا علاقات جيدة مع سوريا طبعا وعلاقتنا مع تركيا بها مشاكل وبما أن الولايات المتحدة لا تريد من وجود من القوات الأمريكية في شمال سوريا عدم الاستقرار من المرجح أن يستمر هذا ما وصفه أيضا منصق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي برات مكوريك مؤخرا في المنامى لكن في الأيام المقبلة ما الذي تتوقعه وكيف سيكون رد الفعل الأمريكي سنضع الضغط بالتأكيد على تركيا لوقف الهجمات وأعتقد أننا نعمل مع حلوفانا في الناتو لإقناع أردوغان بأن لا يشعل الموقف بشكل أكبر وربما إيجاد حل دبلوماسي لهذا الأمر ربما بعد القيام بهذه الهجمات ربدا على تفجير إسطنبول الأطراك قد يوقف الهجمات الجوية لا أظن ذلك ولكن نأمل أن يحدث ذلك فراد بلايس رئيس مركز السياسات الأمنية والمحلل السابق في CIA شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر